بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أيها الأصدقاء والأخوة الأعزاء على موقع وقناة هوس التكنولوجيا في هذا الفيديو بإذن الله سنتعرف على كيفية إنشاء بوت تواصل والذي من خلاله يقوم بعض المستخدمين بإرسال رسال واستفسارات حول مواضيع متعددة ويتم استقبالك لهذه الرسالة من خلال البوت يستخدم البوت عادة في القنوات والمجموعات وعندما تبلغ قناتك الآلاف من المستخدمين ويريد المستخدمين طرح بعض الأسئلة والاستفسارات حول موضوع معين ففي هذه الحالة يجب عليك أن تضع وسيلة اتصال في القناة كما تشاهدون الآن أمامكم فهذه هي قناة هوس التكنولوجيا عندما أدخل إلى المعلومات القناة فأنا هنا قد وضعت الـ ID الخاص به لأي شخص يريد التواصل معي لكن بصراحة هذه الطريقة لم تناسبني لأن عدد الاتصالات كبير جداً يعني كل يوم أستقبل مثلاً عشرين أو خمسة وعشرين شخص وتكثر لدي محادثات التليجرام وهذه المحادثات غالباً يعني لا أرجع عليها ولا أحتاجها مستقبلاً ولا أحتاج الإطلاع عليها هي بعض الاستفسارات التي تصلني من بعض الأخوة حيث أقوم بالإجابة عليها الآن خطرت ببالي فكرة بوت التواصل وهو بوت مشهور كثيراً لغيات التواصل ربما يتسأل بعض الأخوة عن الغاية من إنشاء بوت التواصل رغم أنه يمكنه التواصل بشكل مباشر مع الأشخاص دون الحاجة لاستخدام بوت وهنا سنذكر الغاية من إنشاء بوت التواصل وهي عديدة وسنذكر بعضاً منها النقطة الأولى وهي التواصل مع مستخدمي التليجرام مع أشخاص يعني يستخدمون التليجرام دون أن يعرفوا اسم أو معرف الشخص الذي يتواصل معهم وذلك تفادياً للإزعاج وكثرة الأسئلة النقطة الثانية وهي تجميع جميع محادثات مستخدمية التليجرام ضمن مجموعة تليجرام واحدة أو ضمن دردشة البوت نفسها كما سنبينه في هذا الفيديو طبعاً هذا يفيد في تقليص عدد المحادثات القادمة من الأشخاص وجمعها بمحادثة واحدة فقط أي أنه بدل أن تستلم كل يوم مثلاً عشرين أو خمسة وعشرين محادثة هذه المحادثات العشرين محادثة سيتم جمعها جميعاً ضمن واجهة دردشة واحدة مجموعة مثلاً أو مثلاً واجهة البوت النقطة الثالثة وهي نقطة مهمة للغاية بالنسبة لي وهي تعيين أكثر من شخص واحد أو مستخدم تليجرام واحد للرد على الرسال التي تصل إلى البوت والتي تأتي من قبل الأشخاص في حال استخدمنا مجموعة تليجرام لأجل استقبال الرسالة كما سنبينه في هذا الفيديو تابع معنا الفيديو للنهاية وإن شاء الله ستكون ملم بكل التفاصيل التي ذكرناها طبعاً أولى الخطوات لإنشاء بوت التواصل هي الذهاب أو البحث عن البوت واسمعه Livegram Boot هذا هو Livegram Boot وهذا هو المعرف الخاص به Livegram Boot أيضاً سندخل إليه ثم سنضغط على Start الآن توجد بعض التعليمات وهي بسيطة جداً حتى إن كنت لا تجد قراءة اللغة الإنجليزية فلا بس الأمر الأول Add Boot وهو لإضافة بوت جديد إلى هذا البوت يعني سنستخدم بوتان البوت الرسمي والبوت الذي سوف ننشئه بعد قليل وهنا تظهر My Boots البوتات التي قمت أنا بإضافتها مسبقاً لو ضغطت عليه سيظهر لكم هذا البوت أمامكم هذا قمت باستخدامه سابقاً الآن سأبدأ العمل من البداية ممكن أن تختار اللغة أيضاً English أو لا أدري ما هذه اللغة ربما اللغة الروسية سأأتي إلى القائمة ثم سأضغط على Add Boot هنا يوجهني إلى أن أذهب إلى الـ Boot Feather ثم سأضغط Start ثم سأضغط على New Boot هنا تظهر لرسالة تطلب مني تسمية البوت مثلاً سأكتب اسمه مثلاً تواصل مع هواس التكنولوجيا هكذا سيكون اسم البوت الآن يطلب مني أن أضع معرف أو آيدي خاص بهذا البوت بهذا الشكل فمثلاً هذا سيكون اسم البوت ويجب أن يأتي بعدها underscore ثم كلمة بوت أو ممكن أن تكون بكلمة واحدة سأكتب أي معرفة سأكتب مثلاً contact to take mania ثم أضغط كلمة بوت ثم سألغط Enter الآن يرسل لي رسالة بأنه تم إنشاء البوت بنجاح والآن أنا لدي بوت باسم تواصل مع هواس التكنولوجيا ولدي آيدي خاص بالبوت سأعود الآن إلى livegram boot بعد أن أنشأت الخطوة الأولى يخبرني بالخطوة الثانية بأنك ستحصل على token code قم بإعادة توجيه إلى هنا أو نسخه ولسقه هنا طبعاً أن أنبه أن أستخدم برنامج التليغرام الخاص بالويندوز أو الكمبيوتر وذلك لسهولة العمل عليه هي نفس الخطوات تماماً على الأجهزة الذكية والهواتف النقالة إذن الخطوة الثانية هي نسخ التوكن الذي أعطاني إياه والذي أرسله لي البوت هذا هو التوكن الخاص بالبوت سأخذه copy ثم سأأتي إلى livegram boot وأضعه وسألصقه هنا الآن تمت العملية بنجاح تم إضافة البوت وتم الاتصال به بنجاح الآن البوت كما يخبرني البوت livegram boot بأن البوت تم الاتصال به وهو جاهز للعمل ممكن الآن أن تأخذ هذا البوت copy username وتذهب إلى المجموعة أو القناة التي أنت مدير فيها ومن ثم تذهب إلى إعدادات بدل أن تضع اسمك الشخصي ستضع فيه الـ ID الخاص بالبوت عند الضغط على هذا الـ ID سيقوم بإرسال رسالة إليك من خلال البوت طبعاً دون أن يعرف المتصل أو المرسل الـ ID أو الاسم الخاص بك كما تلاحظت بعد الاتصال بنجاح سأضغط على المعرف الخاص بالبوت الذي قمت أنا بإنشائه وسأضغط على start وهنا سأبدأ باستقبال الرسالة التي تردني من الأشخاص الآن سأذهب إلى حسابي الآخر وتجربة البوت مثلاً كشخص جديد لا أعرف كيف أتواصل مع صاحب هذه القناة سأدخل إلى الإعدادات أو معلومات القناة وسأجد أن الشخص قد كتب معرف خاص للتواصل سأضغط عليه سأضغط إبدأ وهذه هي رسالة ترحيبية من البوت سأبدأ بكتابة رسالتي كشخص زائر أو أريد الاستفسار عن موضوع معين كما نلاحظ ظهرت الرسالة هنا وظهر هذا الإشعار بالنسبة للرد على هذا الشخص يجب أن تقوم بعمل reply أي رد الرسالة لأنه احتمال أن يتم التواصل معك من قبل مثلاً خمسة أشخاص أو عشرة أشخاص دفعة واحدة فلاحظ لو أني كتبت أي رسالة بدون عمل رد أو reply لن تصل إلى الشخص الذي قام بالاتصال به لذلك سأقوم بالرد write click ثم أضغط على reply وسأكتب الرد المناسب على هذه الرسالة كما نلاحظ أمانا الآن وردت ظهرت رسالة الرد بالنسبة للشخص المرسل كأنه يتواصل مع شخص عادي يعني لا يوجد رد الرد فقط يكون مع البوت admin البوت المشرف على البوت سأكتب أي رسالة مثلاً أيضاً سأقوم في عمل رد أو double click على الرسالة وأكتب الرد المناسب على هذه الرسالة كما نلاحظ أمانا الآن طيب هذه هي طريقة عمل بوت تواصل لم ننتهي بعد يوجد أمر مهم وأريد أن أوضحه لكم وهو كيف نقوم بإضافة عدة أشخاص يقومون بالرد على الرسال أنا مثلاً ليس لدي وقت تفرق أو في سفر أو مثلاً أستطيع أن أستلم مواضيع معينة وأخي أو شخص آخر يمكنه استلام مواضيع معينة فهنا يجب أن ننشئ مجموعة تليجرام ونضيف البوت فيها كعضو عادي ونضيف الأشخاص الذين سيقومون بالرد مثلاً سنرمن شيء مجموعة عادية سنكتب باسم المجموعة مثلاً تواصل أو مجموعة تواصل هوس التكنولوجيا هذه هي سيكون مجموعة تستلم الرسال التي تأتي من خلال البوت هنا سنضيف بعض الأشخاص سأختار بداية البوت الذي قمت بإنشائه هذا هو وسأختار مثلاً شخص آخر معي وهو حسابي الآخر يساعدني يمكنك اختيار عدة أشخاص يعني المجموعة كما ترى يعني ممكن أن تصل إلى 200 ألف أضو الآن تم إنشاء المجموعة بنجاح ونلاحظ بمجرد أني أضفت البوت الذي قمت أنا بإنشائه إلى المجموعة أرسل لي رسالة تخبرني بنجاح حملية إضافة البوت إلى المجموعة ويمكن لأكثر من شخص أن يرد على الرسال طيب هذه هي المجموعة سأختبر الآن العملية وسأتواصل من حساب آخر كشخص جديد الآن أنا أدخل إلى البوت كشخص جديد سأكتب رسالتي كما نلاحظ ظهرت الرسالة باسم شخص اسمه أحمد العدوان الثنين وهو حسابي الثالث الآن يمكن لأي شخص أن يرد على هذا الشخص مثلا سأكتب الرد الخاص فيه كما تلاحظ ظهر الرد سأكتب مثلا رسالة أخرى الآن سأطلب من الشخص الثاني بأن يقوم بالرد على الرسالة الثانية كما تلاحظ الإجابات الرد شخصين قاموا بالرد على هذا الشخص أدمن واحد وأدمن اثنين قاموا بالرد على الزائر وتم إرسال الرسالة الخاص به وهذه هي الرسالة وفي مجموعة التواصل يمكنك متابعة الشخص الذي قام بالرد كما تلاحظ هنا هذا الشخص قام بهذا الشخص الذي أرسل الرسالة والجميل بالموضوع بأنه يكر الإسم حتى لو أردت أن تتواصل معه بشكل شخصي يمكنك الذهاب إلى معرفه والاتصال به شخصيا وهنا يظهر الرد من قبلنا نحن وهنا الرد الثاني من الشخص الثاني طبعا للحفاظ على سرية المجموعة والتأكد من عدم دخول أشخاص إليها يمكنك أن تجعل المجموعة خاصة وليست عامة تذهب إلى إعدادات المجموعة أو وفي الـ تتأكد من أن المجموعة وليست يستطيع أي شخص معه أو يبحث بالاسم أو مجرد أن كتب اسم جزء من المجموعة سيصل إلى المجموعة ويدخل إليها ويمكنه الرد على الرسال يعني يمكنك إضافة البوت إلى مجموعة فيها آلاف المشتركين مثلاً وأي شخص يستطيع الرد على المرسل لكن كون الموضوع خاص فتأكد من أنك إن كنت تريد ذلك فتأكد من أن تكون النوع المجموعة هي خاصة وليست عامة ثم تضغط على save لحفظ الإعدادات بقي لدينا أمرين الآن والأمر الأول وهو عرض إحصائيات البوت والأمر الثاني هو كيف نرسل رسالة جماعية إلى جميع الأشخاص الذين قاموا ببراسلتنا على البوت والذين ما زالوا يستخدمون البوت لغاية الآن سنذهب بالبداية إلى live ground boot مجدداً ثم نضغط على هذا الأمر ثم نختار my boots الآن ستظهر البوتات المشتركة بهذا live ground boot تختار منها البوت الذي تريد عرض إحصائياته ومن ثم تختار الأمر statistics وهنا يظهر لك المستخدمين جميع المستخدمين عددهم ثلاث المستخدمين الذي قاموا بحضر البوت لا يوجد حالياً الرسائل نأتي إلى قسم الرسائل الرسائل عدد الرسائل لهذا البوت هي 11 رسالة الرسائل الوالدة عدد 7 والرسائل الصادرة عدد 4 لنختار boot آخر كنت أستخدمه سابقاً سنختار الأحصائيات مجدداً هنا كمان نلاحظ بأن عدد الأشخاص الذين استخدموا البوت وقاموا بمراستهم تسعة وعددهم أربعة الذين قاموا بحضر البوت مجدداً بالنسبة للرسائل فهناك 29 رسالة منها 23 واردة وستة صادرة هذا بالنسبة للإحصائيات بالنسبة لإرسال رسالة جماعية إلى جميع الأشخاص الذين قاموا بمراستهم قاموا بمراسلتنا من خلال البوت بعد الضغط طبعاً على My Boots سنختار البوت الذي نريد الإرسال منه أو إلى الأعضاء الذين أرسلوا لنا منه ثم نختار الأمر وهنا نختار Start نضغط على Start هنا يخبرنا اللغة التي تريد الإرسال بها أي الأشخاص الذين يستخدمون البوت بلغة معينة فمثلاً لو اخترت English سيتم الإرسال إلى الأشخاص الذين يستخدمون البوت باللغة الإنجليزية فقط وسيتجاهل الأشخاص الذين يستخدمون لغات أخرى في هذه الحالة سأختار All Language سأكتب الرسالة مثلاً ممكن أن تكتب أكثر من رسالة واحدة كما نلاحظ هذه الرسالة وممكن أن أرسل مثلاً ملصق أو ملف أو أي شيء أريده بعد انتهاء رفع الملف يمكننا الضغط على زر Done أو كتابته هنا كما هو مكتوب بهذا الشكل ثم نضغط على Done وإذا رأيت أن تستعرض الرسالة أو الرسال قبل الرسالة يمكنك الضغط على Preview وإذا أردت إلغاء الإرسال يمكنك الضغط على Cancel سأضغط على Preview لمشاهدة الرسال كما نلاحظ هذه الرسالتان التي سيتم إرسالهما إلى جميع مستخدمي هذا البوت الذي قمت أنا بإنشائه والذين تواصلوا معي من خلاله سأضغط الآن على Done هنا رسالة تأكيد هل أنت متأكد؟ نعم سأضغط على Send الآن تم إرسال الرسالة إلى جميع مستخدمي هذا البوت نلاحظ هنا بأنه تم إرسال ثلاث من ثلاث أي إلى جميع الأشخاص بنسبة مئة بالمئة إذا هناك انتظار ستظهر هنا الانتظار الصفر أي أنه لا يوجد أي شخص ينتظر أو البوت ينتظر إرسال هذه الرسالة كما نلاحظ هنا تم على حسابي الآخر استلمت رسالة من البوت تواصل مع حواس التكنولوجيا وهذه هي الرسالة التي وصلتني من البوت طبعا حتى لو وصل عدد المستخدمين إلى ألف إلى خمسة ألاف أي عدد كان سيقوم البوت تنفيذ المهمة على أكمل وجه إن شاء الله أتمنى أن يكون الدرس والفيديو واضح لكم ولأي استفسار لا تترددوا أبدا بالاتصال بنا وإرسال تعليقاتكم أسفل هذا الفيديو أو من الموقع الإلكتروني أو من أي مكان تشاهد فيه هذا الفيديو وسنكون مسرورين جدا بالرد عليكم ومساعدتكم في هذا الأمر نسأل الله الفائدة للجميع نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة